بسم الله فيه اطفال كثيرة بتبقى مخطوفة من اهلها وفيه مثلا الناس بتلاقي طفله وتدار عليه او بتلاقي طفل مع واحد بيشهد به فباش عارف ازاي يرجعوا الاهله ففكرة ان انت ترفع الصورة على مواقع زي الفيسبوك والتويتر والحاجات دي يعني الناس اللان انت تاخد سواب اللي العمل الصراح انت تتعمله بس صعب او فرصة ان واحد يلاقي صورة ابنه او بنته نادرة جدا فالحلل كده ان يبقى فيه موقع متخصص لكده قاعدة باناك كبيرة جدا فيها كل المعلومات الخاصة بالاطفال يعني كل واحد بيروح يرفع صورة الطفل اللي ايه او الطفل بيدور عليه مع المعلومات مع تحديد المنطقة والموقع دوت فيه برنامج بسيط للتعرف على الصور بحيس ان هو بيبدأ يحلل الصورة بيعرف مثلا الصورة دي ايه موصفاتها وبيدور على الصورة تكون قريبة منها زي لما ترفع صورة على الفيسبوك فهو يبدأ يقولك صور الناس اللي معاك ده فلان وفلان وفلان يبدأ يتعرف على الوشوش تمام فدي بتسهل الموضوع ان انت بيش هتوقت تعمل سرش في كل حتة لا هو بيشوف اقرب الاطفال ليه فبيكترح عليك مثلا اربعة خمس صور وبالذات لما كن محدد المكان مثلا مدينة القهارة اسكندرية بيقلل لك الصور اللي هي انت بتدرع فيها في الموقع الكتيرة موجودة دلوقتي حاليا بس هي متخصصة بالانجليزي فريت لاما نعرب الموقع لاما نخلي الموقع خاص بالعربي المبرمج اللي عمل كده ربناك زي خير ممكن ما يخدش منه شغل اكتر بو عطيان بس الموقع بشغل مدى الحياة وهو مش يحتاج منه حاجة خالص انه هو خلاص اتعمل فمحتاج بس ممكن سيونة او تحديث انما موقع هي بشغل اوتوماتيك اول محدد يرفع الصورة يبدأ يعمل سيرش ويجيب له الصور اللي رابع منا في موقع موجودة على نات دلوقتي ريفيو نوت مثلا في موقع اسمه فايند يور مسنج شيلد تمام في موقع تاني اسمه فايند زا مسنج في تطبيع على النات اسمه مسنج بيرسون التطبيق ده مثلا اول ما بترفع البيانات لو لاق فيه تشابه بيقولك لو لاق اي حاجة جديدة بيبعث لك بردو رسالة ان فيه تفل اللي انه بالمواصفات ديت فاتمنى ان حد يهتموا يعمل موقع يسهل السرعة للتصل في الوطن العربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة